طيب ايه النقطة اللي بعد كده؟ النقطة اللي بعد كده هي ان احنا قلنا الاطفال بقى اللي بيتصرفوا بطريقة شرحنا مبارح اتكلمنا مبارح عن مفهوم طاقة الغضب وشرحت لكم ان الطاقة بتاعة الغضب دي كانت اساسها طاقة ايجابية كانت ناوية تبقى حاجة كويسة لكن عشان احنا احبطنا الطفل ودايقناه وكده فاصبحت طاقة غضب زي بالزبط القصة اللي شرحتها لكم مبارح لقصة الزوجة اللي جزها قال لها اجهزي عشان هنعدي عليك عشان هنتعش بره والكلام ده كله وشرحنا هذا الامر بكل تفصيل مبارح طيب ايه النقطة اللي بعد كده؟ النقطة اللي بعد كده هي ان الطفل اللي بيأتي بقى بتصرفات خلينا نقول مثلا حاجة زي السوبر ماركت طفل بنشوف المشهد ده كتير قوي في مكان شراء خلاص ونلاقي خناءة دايرة كده مبدئيا بس كده عشان يعني ايه قبل ما ندخل في التفاصيل لما تشوفوا خناءة دايرة كده ام وبتوجه طفلها وبتقولوا لأ وانا قلت مش عارف ايه وبتاع لو سمحتهم ملكوش دعوة بيهم مطبصوا لهمش حتى ليه؟ لانه يعني مش بس ما نبديش انزعاج لأ ملكوش دعوة لان دي لحظة تربية خاصة جدا وحقيقية جدا فمش من حق اي حد انه يدخل فيها هتقولولنا يعني هي جاية تربي في السوبر ماركت اه بنربي في السوبر ماركت وبنربي في النادي وبنربي في البيت وبنربي في الحضانة وبنربي واحنا في العربية وبنربي واحنا ماشيين في الشارع التربية ملهاش مكان ولا تقوس معين يلا هنبدأ تقوس التربية التربية هي استدعاء بالضرورة استدعاء موقف حصل استدعاء توجيه بس كده هي دي الام النكحة بالمناسبة طيب عشان نتجنب بقى المواقف السلبية فحاجة زي خلينا نقول زي السوبر ماركت نعمل ايه؟ اول حاجة بنعملها حاجة بتتعمل قبل ما نروح السوبر ماركت يعني ما قبل خطة الشراء يعني احنا هنزلين هنفترض ان احنا زي السوبر ماركت نشتري يعني حاجات ما قبل الشراء في داخل السوبر ماركت ما بعد الشراء هي تلات مراحل اول مرحلة هي احنا بنعمل ايه؟ بكل بساطة بنقول ان احنا رحين نشتري الحاجة الفلانية عادة اي حد بيحتاج اي حاجة بيكتبها علشان احنا دلوقتي الحقيقة يعني مخنا في حاجات كتيرة قوي فممكن ننسى فما بنراهنش يعني بتكلم عن نفسي حتى على القلية ما بنراهنش على فكرة ايه؟ اصلا انا مش فاكر او انا عايز ايه؟ او احنا او تيجي ام تقول انا مش فاكر او انا عايز ايه؟ بس لما اروح المكان هفتكر مش هتفتكري خلاص كده اكتبي اللي انت عايزاه من الاول خلاص كده وخلي طفلك يشوفك وبتدي اسأليه وليله انت عايز حاجة هيقولك نقشيه بقى من هنا انتو لسه في البيت واكتبي اللي هو عايزه ده بلون مختلف يعني لو بتكتبي انت مثلا بقلم ازرق اكتبي بقلم احمر الطفل صغير عنده سنتين ولا سنتين ونصر هو اقفة من كتابة؟ ابدا بس هيميز اللون هيميز ان الحاجة اللي تخصه هيبتدي يبص لك كده الحاجة اللي تخصه دي اللي مكتوبه بالاحمر تمام كده؟ طيب خلاص يعني حصل اتفاق روحته مكان الشراء روحته السوبر ماركت الامور ماشية على ما يرام خير وبرك ابتدى الطفل يخرج عن النسك وحتى بيينيله يعني لو انت بتجيبه اتقولي له بص بقى دي الحاجة اللي احنا كنا كتبينها هو دي الحاجة انا بجيبها وحطيها في العربية ولا في البسكت اللي مسكاء او كده هو بقى راح ايه خرج عن الخطة شبط في حاجة بكل هدوء وبكل بساطة لا دي مش مكتوبة احنا ما اتفقناش ان احنا هنجيبها ممكن نجيبها المرة جاية بسي مش المرة دي استجاب خير وبركة ما استجاب شي بتديله التحذير الاول يعني ايه التحذير اول بتقولي له على فكرة انت لو فضلت تعمل كده احنا مش هنجيب حاجة خالص وهنروح ده التحذير الاول هو فيه تحذير تاني لا مفيش تحذير واحد خلاص استجاب خير وبركة طب ما استجاب شي لابد من انهاء عملية الشراء فورا انا عارف في اللحظة دي يا هاري سويد يا دكتور ده احنا ما صدقنا نزلنا والبسنا وركن الاطفال مش بتتعلم غير كده هقولكو دلوقتي ازاي بسرعة جدا عشان الحالة بتخلص خلاص تنهي عملية الشراء لا تستجيبي بقى لضغوطات جوزي يا ستي يعني هو هتفرق فيه الشوكولاتية دي نجيبها له خلاص ارجوك لو سمحت ازا ما قدرتش تقول حاجة صح ما تدخلش بقى في التربية خلاص كده وارجعي البيت عشان تبدأ المرحلة التالتة وليله شفت بقى احنا اتفقنا وكذا 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 انا عملت المطلوب مني انت ما عملتش المطلوب منك من غير بقى ما نشعره يعني بتقنيب ضمير قوي بس بنقوله احنا حصل ده ان احنا رجعنا من غير ما نشتري حاجة خالص علشان ده بسبب تصرفك معنى كده ايه ان انا لما اجي اروح المرة الجاية ممكن جدا انك مجيش معاي المفاجأة بقى لما تعملوا هذا السيناريو الطفل ممكن يعمل نفس التصرف معاكو مرة واحدة كمان المرة التالتة لا يمكن انا بقول على مسؤوليتي سيصبح عملية الشراء عملية في غاية البساطة وفي غاية اليسر